والملخمة التي فرصتها في عقبتهم بعد سنة فتحنا المشاوى وكنسة كما نحن موكي يغون وفي عقر تحت الهلم والزعزوة من الطفل اليوم ونحن في أوج حربين على جبهات كثيرة فبتنا نفهم وندرك جيدا ما هو المخطط الذي وضعه أعداؤنا في محور الشر وهو تدمير دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي من خلال هجوم من الداخل ومن الخارج ولأجل ذلك سعوا لتقويض ثقة الإسرائيليين بأنفسهم وبدولتهم وعن هذا أزمة الثقة الإسرائيلية والمسؤولية التي تتحملونها أنتم أقدر أعضاء الكنيسة فواجبكم إعادة بناء هذه الثقة وعن ذلك سأتكلم اليوم إن الكثير من المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن ما يتصوره محور شر الإيراني ومبعوثي تتطلب زعزعة الثقة الإسرائيلية وتقويض ثقة الإسرائيليين بجيش الدفاع الإسرائيلي والمنظومات الأمنية وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة والتسبب بأزمات ثقة مستمرات بيننا وبين حلفائنا ولأسيما الولايات المتحدة وهي حليفنا الأقرب وأيضا التسبب بتقويض الثقة بيننا وفي داخلنا كمجتمع متماسك ومنذ 7 أكتوبر والجرائم الدموية الوحشية التي ارتكبتها حماس كانت بمثابة أوج الإنجاز بالنسبة لهم ليس من حيث عدد القتلى بل لأنها عكست إنعدام الثقة بين المواطنين وبين الجيش ولكن أيضا بين المواطنين وشرح المجتمع بين الدولة 7 أكتوبر لم يكن نقطة البداية إن أعداءنا بذلوا جهودا كبرى من أجل تعزيز الأزمات الداخلية وقد أرادوا أن يضربوا التماسك الداخلية عندنا وهناك سبب لأجله أراد أعداءنا ذلك لقد راهنوا على إذا أن هذه الثقة الداخلية بيننا بين أبناء شعبنا وبيننا وبين الحكومة كانت هي النقطة التي فيها عليها تتكسر كافة المخططات وإذا حدث خلاف ذلك وتأثرت وتزعزعت هذه الثقة فستكون الدولة في خطر كبير إن استراتيجية أعدائنا تعتمد على تصور بسيط وهو أن فقدان الثقة معناه ضرب المعنويات المعنويات التي هي بمنثابة خط الحماية الأول وفقدان الثقة معناه تآكل المناعة والحصانة الداخلية والمجتمعية فقدان الثقة معناه ضربة قصمة للاقتصاد ومعناه هجرة عكسية ومعناه هجران الدولة فقدان الثقة معناه تأثير سيء جدا على كافة مجالات الحياة معناه ضربة قوية لبقائنا هنا كمجتمع في هذه الدولة ولذلك أعزائي فبرنامج أو مخطط أعدائنا لأعزاعة الثقة في مجتمعنا يتطلب منا ردا فاعلا وسريعا ضد ذلك وهذه مناشدة للقيادة في إسرائيل وللمجتمع الإسرائيلي في هذه الأوقات العصيبة يجب أن يكون هذا الوقت وأفضل أوقاتنا لا أسوأها وبالتالي فأنا أدعوكم أعضاء الكنيسة وممثلي الجمهور إن هذه الكلمات ربما لا تكون مريحة على مسامعكم ولكنني سأقولها بشكل واضح ويعبر عن صوت الإسرائيليين من كافة إشرائح المجتمع إن كانوا داعمين للإتلاف أو للمعارضة يا حضرة عضوة الكنيسة ريكيف وأيضا هو رأيه وصوت عائلاتي العائلات الثاكلة التي زرتها كثيرا مؤخرا لا يمكن أن نعدبنا الثقة إذا لم تخفض نبرة صراعاتكم يجب أن نوقف العدم المسؤولية والتصريحات العدوانية في الحيز العام ولكن حتى هنا في هذا المبنى عبارات هجومية قاسية وتسبب الأحقاد والكراهية لا أحد يختلف في أنه في هذا المكان مثل أي مجتمع ديمقراطي وحر يمكن بل من الواجب أن تكون هناك نقاشات على كل شيء وأن نتجادل على كل شيء ولكن يجب أن نعرف ونجيد فعل ذلك أنتم أعضاء الكنيسة وممثلي الجمهور في واحدة من أكبر الأزمات التي تعيشها أمتنا عليكم مسؤولية كبرى وتاريخية أن تتعالوا على هذه الخلافات وأن تكونوا جديرين بالبطولة والتضحية التي قدمها جنودنا عليكم أن تستعيدوا هذه الثقة ويجب أن يبدأ ذلك هنا في هذا المبنى وهذا المكان أعضاء الكنيسة الأعزاء إن إعادة بناء الثقة هو في جوهر الكثير من القضايا التي عليكم التعامل معها بشكل ملح وطارئ في هذه الدورة التي تفتتح اليوم أولا ما أعلن عنه على أنه أحد أهداف الحرب والتي أراه أحد الأهداف الرئيسية والكلام هنا عن ثقة المواطنين بدولتهم وهو أن نعيد المختطفين إلى بيوتهم وهنا أعلي هذا الصوت من هذه الجلسة كيهودي وإسرائيلي وكرئيس بشخص يلتقي كل يوم كما تفعلون أنتم يلتقون بعائلات المختطفين وكشخص مثل كل الإسرائيليين قلق جدا على سلامتهم وبل نبكي ونذرف الدموع على من عاد ومن لم يعد في السنة الأخيرة حادث الكثير من الإسرائيليين من كافة أطياف أطياف المجتمع وأجزم أن هناك إجماعا كاملا على الرغبة على رؤية وفي رؤية المختطفين في بيوتهم نصلي كل يوم لعودتهم الجميع قلق خائف على مصيرهم وهذا ليس مثهار خلاف سياسي ولا ينبغي أن يكون مكانا للخلاف السياسي أنا أعي أنه في هذه الدورة دورة الكنيسة لا أحد يشكك في أهمية ذلك لا أحد يهتز أو تهتز نفسه من وجودهم في الأسر ولا سيما بخصوص طريقة تعامل أعدائنا مع المختطفين ومن ضمن ذلك مقاطع الفيديو التي أرسلت إلينا من التنظيمة الأرابية والتي هدفها زعزعت وثقتنا بالدولة وبين أحدنا لآخر وهنا أؤكد أنه لا خلاف في داخلنا على أهمية إعادتهم إلى بيوتهم وأنا لا أقلل من شأن النقاش بخصوص طريقة إعادتهم واضح أن هناك مخاوف كثيرة وكبيرة بخصوص الأثمان والإسقاطات إعادتهم على الحرب وعلى مستقبلنا فبالتالي الأمر ليس سهلا وليس سهلا حسمه ولكن من يعرف عن كثب كافة التحديات فيعرف أن موقفي واحد الآن بعد أشهر كثيرة قد أتيحت لنا فرصة نادرة وعلينا أن نبذل كل جهد وأن نتقدم بأي طريقة من أجل أن نعيدهم كافة في أقرب وقت ممكن علينا أن نعمل في كل الميادين وأن نوظف كل الوسائل ونفعل كل شيء من أجل أن نعيدهم دماء إن إخواننا وأخواتنا يناشدون من تحت الأرض ويذكروننا أن من يفتدي نفسا واحدة فكأن مفتد العالم بأسره في الأشهر الأخيرة التقيت زنودا عملوا خلف خطوط العدو ووقعوا أثار وقد حكوا لي أن ما حافظ على معنوياتهم رغم كل الآلام التي عاشوها كان أمرا واحدا وهو ثقتهم وإيمانهم أن دولة إسرائيل ستفعل كل شيء لإعادتهم وعلينا أن نحقق ذلك ونمتثل به إلا فسنظل بجرح غائر عميق مستمر في جسدنا كأمة وكمجتمع وبالتالي أنا أوان اتخاذ القرارات الشجاعة وأن نخرج من التصورات القديمة وأن نعمل كما دعا مؤخرا كثير من الحاكمات اليهود أن نعمل بعزم وشجاعة وبطولة ودون تأخير لإعادة المختطفين بأي طريقة حتى وإن كان ذلك باتفاق مسؤول علينا أن نتوحد كأمة على هذا الهدف السامي لأنه سيمنحنا لحظة من الطمأنينة التي يحتاجها المجتمع الأسرائيلي بإلحاح وأمر آخر في طريق بناء الثقة وهو مرتبط بأحد هدف الحرب يرتبط بنجاح قواتنا في هذه الحرب الصعبة وحجر الأساس الذي عليه انبنى هذا المثاق المثاق الثقة بين الدولة والمجتمع هي الأمن الذي توفره الدولة الدولة الطريقة طويلة ولكن كما قال الرئيس سلكيني سدفة رغم ضربة القاسية التي تعرضنا في بداية الحرب فقد حققنا إنجازات مثيرة لكل إعجاب ومنها قتل المسؤولين أو القادة الكبار عند أعدائنا وتدمير الكثير من البنى التحقيق الإرهابية وإعادة ترميم الردع الإسرائيلي ومن هنا أحيي جنود الجيش والقوات قوات المنظومات الأمنية وقادتها سواء كان الجنود في الميدان ومن يقفون على رأس الهرم وأساند القيادة وأحيي القيادة السياسية بقيادة رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومجلس الوزراء على امتثالهم بكل الطرق المطلوبة أما أعداؤنا الذين يطلبون دماؤنا فلم يأخذوا بعين الاعتبار هذه الروح الإسرائيلية الصلبة الدم والدموع التي نسببها وإيماننا العاميق بصدق وعدالة طريقنا لم يأخذوا بعين الاعتبار أن هذا أحد الأجيال الأبرز التي عرفت الشجاعة والتضحية وشراكة في المصير والذي يثبت جدواه أيضا في هذه الأيام والتي تكبدنا مع ذلك ثمنا باهضا أعداؤنا لم يأخذوا بعين الاعتبار المبدأ المحفورة في قلوبنا أن ندافع عن وطننا وأن ندافع عن كوننا شعبا حرا في أرضه وأن ندافع عن تمسكنا وكوننا مجتمعا واحدا على أرض واحدة وكجزء من بناء الثقة علينا أن ندعم جنودنا وقادتنا في القوات النظامية أو قوات الاحتياط وكذلك ندعم عائلاتهم إن أولئك الأبطال يقاتلون كالأسود والعبء على أكتافهم وعلى عائلاتهم أثقل من أي وقت مضى وهو ما يتوجب مننا جميعا ولسيما أنتم عضاء الكنيسة أن تعملوا على توسيع دائرة الأشخاص المناطب بهم هذه المسؤولية مسؤولية الدفاع عن الدولة ليس بطريقة تسبب التقطب والتشرذم بل عكس التفاهم من وعي لحساسية هذه المرحلة وعلينا أيضا أن ندخق ونفهم ما حل بنا يجب أن تقوم دولة إسرائيل بعملية تحقيق معمقة لأحداث الثابع من أكتوبر بشكل شامل يخلص إلى نتائج وإعادة بناء الثقة مع المواطنين وأشدد على دعوة لأن تكون هناك لجنة تحقيق رسمية ومهنية ومتنوعة تحظى بدعم جماهيري بأوسع ما يمكن نقطة أخرى لبناء الثقة هو إعادة المواطنين الإسرائيليين الذين نزحوا من بيوتهم ليعيشوا بهدوء واستقرار وهذه مصلحة وطنية وقمية عليا أما خامسا فهناك الكثير من الشرائح السكانية والتي يتسبب بها فقدان الأمن يتسبب بفقدان الثقة بسلطات الدولة ولسيما التحديات التي يواجهها المجتمع الإسرائيلي ولسيما زيادة معدلات الجريمة فقط حتى الآن منذ بداية السنة حوالي مئتين من القتلى وكل واحد فيهم كانت مثابة عالم كامل بالنسبة لعائلته وأحبائه وفي النهاية فإعادة الثقة بين المواطنين والدولة يتطلب تفاهمات وأسعة في الحيز العام ولكن هنا أيضا في بيت المشرعين في الكنيسة البرلمان الإسرائيلي تقع عليه مسئولية خوض نقاشات مشتركة بخصوص القضايا المصرية بالنسبة لنا ليس مرة ولو مرتين في هذه الفترة الماضية هذا لم يحدث وهو ما تسبب بزعزعة ثقة المواطنين بنا وحتى في هذا المكان وبين رؤساء السلطات المختلفة فالتفاهم بينهم هو حجر أساس لبناء الثقة من جديد وأحذر مرة أخرى من أن يكون هناك عنف بين السلطات والسيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وادعوا رؤساء السلطات اجلسوا سويا وناقشوا وتشجعوا امتنوا عن الخطوات أحدية الجانب واسعوا إلى نقاش عميق وجاد ومحترم الشعب بحاجة لشراكة بينكم كحاجته للأكسجين وآخر ما يريده في هذه الأيام هو استمرار الثقة المتزعزعة نتيجة لكل ذلك إخواني واخواتي أعضاء الكنيزة وأعضائها وعضواتها إن شعبنا يقدم تضحيات جسيمة في هذه الحرب الصعبة ويتطلب منها أن نكون جديرين وأن نعمل على إعادة بناء الثقة في واحدة من الليالي الأخيرة خرجت إلى وقرأت تليت علي قصيدة وفيها قسم اسمه استعراض القوة من أحد جنود الجيش واسمه هودربرغ الذي قال وأنا أقتبس كلنا نحمل سلاحنا كلنا يمينيون ويساريون نضغط على الزناد ولا نعرف إن كان هذا الجني يلبس الكيبات دينية أو لا نتوحد بعد الكثير من الإنقسام وآن الأوان أن نتوحد جميعا وكل الأحزاب تكون تحت مظلة واحدة إن أعداءنا أيها السيدات والسادة لم يفهموا أننا حتى لو تجادلنا فوقت المحنة فنحن سنجيده أن ندخل تحت نفس المظلة وأن نقاتل جنبا إلى جنب في الجبهة في الجبهة وفي الداخل وأن ننتصر في بدء هذه الافتتاحية افتتاحية الدورة دور الكنيسة أنا أرى أن المجتمع الإسرائيلي سيعيد بناء نفسه وتماسكه وأنه سيكرس كل قدراته لإعادة بناء هذه الثقة كجزء من التزام الحفاظ على هذا المكان كدولة يهودية وديمقراطية هي الوحيدة في العالم وهذا حتما سيكون إن كانت هناك إرادة شكرا لك سيد الرئيس والآن الكلمة لرئيس الحكومة سيد نتانياهو رئيس الدولة يצחק הרצוג وزوجته ميخال رئيس الكنيسة أمير أوحانا نائب رئيس المحكمة العليا القاضي تسحاك أنيت وزوجته ريفكا الوزراء والوزيرات رئيس المعارضة عضو الكنيسة يئير لبيد أعضاء الكنيسة جميعا إخواني وأخواتي في العائلات الثاكلة وأقارب المختطفين والمختطفات الذين يقفون هنا أمامنا اليوم أعزائي جميعا نحن في أوج حرب وجودنا في عيد سمحات ترى في السابع من أكتوبر قبل سنة تلقينا ضربة موجعة ولكننا نهضنا لم ننكسر لم نتفكك وليس فقط أننا لم نخضع بل قمنا برد الصاع صاعين وبدأنا حربا تحول وتغير الشرق الأوسط ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم فإلى جانب الألم الكبير وهو ألم اجتاح الشعب بأسره فإننا ندافع بشجاعة ومعنويات عالية عن إعادة نهضة إسرائيل من هاجمنا تسبب بالوبالي لنفسه في هذه الحرب هناك تشابه مع حرب الاستقلال هناك كان أمامنا سبع دول عربية والآن هناك سبع جبهات إرهابية ولكنني أشدد اليوم أمامنا تحدي مختلف جدا عدو عنيف وعدواني لا يهددنا نحن فحسب بل يهدد الشرق الأوسط بأسره بل العالم كافة والنوايا الشريرة التي يحملها هو أن يقتل ويدمر وهذه النوايا قد كشفت في السنة الأخيرة بشكل كامل إن هذا المحور محور الشر الذي تقوده إيران يهدد بتدمير دولتنا وأن يفعل ذلك أيضا مع دول أخرى يريد أن يسيطر بالقوة على منطقتنا ومن هنا أن يهدد أولا وقبل كل شيء على الغرب ليس الغرب وحده ولكن أولا الغرب إيران تسعى لأن تطور قنابل نووية هدفها تدميرنا وتملك صواريخ بعيدة المدى صواريخ يمكنها عبور إلى قارات أخرى وهي تهدد العالم في كل نقطة فيه إيران تطور صناعة صواريخ باليستية خطيرة وتزود مكلائها بأسلحة قاتلة ونحن هنا في إسرائيل نحن هذا الحاجز والعائق أمام إيران وفي طريقها نحن الذين نفشل هذه المخططات الشريرة لأن نهج إيران هو أنه إذا سقطت إسرائيل فالكثير من الدول ستسقط معها والشرق الأوسط بأسره سوف يسقط لكننا لن نسقط ولن نفشل بل سننتصر والعالم بأسره سيكون مكانا أفضل وأكثر أمنا إن نصرنا لن يكون نصرا لنا وحدنا بل يكون نصر الإنسانية والبشرية جمعاء أعضاء الكنيسة في حرب نهضتنا المتجددة هناك طريق أن هناك أهداف واضحة في بداية الحرب حددت أهدافها الأساسية ونحن نعمل باستمرار على تحقيقها وهي تدمير القدرات الإدارية والعسكرية لحماس في غزة وإعادة كافة مختطفين الأعزاء إلى بيوتهم ما عدنا كثيرا منهم حوالي نصفهم ولكن للأسف لم نعدهم جميعا لكننا سنعيدهم جميعا الأحياء منهم والأموات ولن نستكينا حتى في هذه اللحظات وفي هذه الأيام ونسعى ونبحث عن الطرق ونوظف كافة الوسائل وسوف نعيدهم جميعا إلى بيوتهم دون أي استثناء وكذلك أحبط أي تهديد مستقبلي من غزة وإعادة كافة مواطنين إلى بيوتهم هذه هي صورة النصر الساحق ليس مجرد شعار وليست مجرد أقوال بل العكس تماما إن النصر الكامل هو مخطط عمل منظم وضعناه ونقوم بتحقيقه مرحلة تلو الأخرى صفينا حسابنا مع الكثير من القتل الذين كانوا مسؤولين عن هجمة الارهابية علينا في السابع من أكتوبر وبعد ذلك منهم العروري والضيف والسنوار ونصر الله وآخرون كثرا قتلنا العشرات الآلاف من المخربين ودمرنا كتائب حماس والكثير من البنى التحتية الارهابية وكذلك دمرنا قواعد عسكرية فوق الأرض وتحت الأرض وأنزلنا بأعدائنا ضربات قاصمة في مناطق قريبة وبعيدة إننا نجتث بشكل ممنهج ونقطع أذرع الشر الإيراني أذرع الأختبوط الإيراني وكذلك نضرب رأس هذا الأختبوط في السبت الأخير هاجمنا بشكل مركز العشرات من الأهداف العسكرية في إيران واثبتنا وليست في المرة الأولى اثبتنا أن يد إسرائيل الطويلة ستصل كل مكان فيه ينادى لتدمير إسرائيل ضربنا المنظومات الدفاعية الإيرانية وقدراتها على إنتاج صواريخ توجهها باتجاهنا وهنا أشدد أن هذه لم تكن مخارطة صلاح لم تكن مختبرات متفجرات صغيرة كالتي تعرفون عن وجودها في الضفة أو في غزة هذه مصانع كبرى تصنع الموت وقد ضربناها ضربة قاسية وهنا أشكر حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة على التعاون المستمر ونحن نخوض نقاشات مستمرة مع أصدقائنا الأمريكيين ولكن القرارات المصيرية المرتبطة بأمننا ومن ضمنها اختيار الأهداف التي سنضربها فهذه قرارات نتخذها واحدنا وفقا لمصالحنا واعتباراتنا والتي لربما نفصل فيها مستقبلا بعد كل إنجاز نحققه كيف لا فأسمع الكثير من الأشخاص الذين شغلوا مناصب سابقة في الجيش يقولون فهمنا أهداف الحرب ولكن ما هي الاستراتيجية إذا كان ذلك لم يكن واضحا لهم حتى الآن فسأقول ما هي استراتيجيتنا بكلمات بسيطة استراتيجيتنا طويلة المدى التي وضعناها والتي أرجو أن نتمكن في تحقيقها في أقرب وقت هي أن ندمر محور الشر وأن نقطع أذرعه في الشمال والجنوب وأن ندفع إيران ثمنا باهضا وأن نمنع أن تحصل إيران على السلاح النووي لم أتنازل ولن نتنازل عن تحقيق هذا الهدف المركزي فوقف المشروع النووي الإيراني في رأس أولوياتنا ولأسباب مفهومة لا يمكنني أن أفصل هنا في كافة مخططاتنا في هذا الصدد ولكنني أريد أن أعرف فنحن في أوج تغيير تاريخي وهذا التغيير فيه مرحلتان إثنتان الأولى استبدلت إيران حولت محل العالم العربي في وقت ما كان العالم العربي يريد تدمير إسرائيل وبعد أن قمنا بصد هجمات مرة تلو الأخرى اختلف الوضع مع الدول العربية وأعقدنا معها اتفاقيات سلام مع مصر والأردن ومؤخرا مع أربع دول في اتفاقيات إبراهيم ولكن من حل محل العالم العربي هو إيران إيران التي قررت أن تبني إمبراطورية فيها لا مكان لدولة إسرائيل وما هي مكونات هذا التهديد الإيراني ففيه ثلاث عناصر الأول هو محور الشر الراغبة في خنقنا وأن تطويقنا بحلقة نار من أذرع إيران هذا المحور فيه أيضا الصواريخ الباليستية وأيضا التجربة في مجال تطوير الأسلحة النووية وبالتالي فإن مخططنا الإستراتيجي واضح للجميع قمنا بشن هجمات واسعة على إيران وأما الأذرع الوكلاء الذين كانوا ينبغي أن يدافعوا عن إيران ومن أجل ذلك أسستهم قد فقدوا قدرة كبيرة في الدفاع عنها وقلت إننا قمنا بقص الكثير من قدرات الصاروخية عند إيران وكل هذا يتم تحقيقه بفضل بسالة وتضحيات أبنائنا وبناتنا الجنود والمجندات في الجيش وكذلك قادتهم وكذلك الشرطة وقادتهم ورجال الشباك والموساد وقادتهم وكافة من يخدمون في المنظومات الأمنية ما هذه المعنويات، ما هذه القوة، ما هذا الجيل، ما هذه الجبهة الداخلية، ما هذا الشعب قال إنها خيوط عن كبوت، قال إنه بيت عن كبوت ولكنه ما عاد يقول ذلك وبصفة ابنا لعائلة ثاكلة فأنا أعي من الذي تعيشه العائلات التي فقدت أعزائها هذا الفقدان يدمي القلوب ويخنق الأنفس هذا الحزن، هذا الشوق هي بلا نهاية وأنا وزوجتي سارة بعيون تملؤها الدموع نرى الصور القادمة من الجنائز ونستمع لكلمات الرثاء نسمعها ليس بأذاننا فقط بل بقلوبنا نلتقي عائلات الجنود القتلى وفي كل لقاء كهذا ولكن من عمق الألم فالروح، روح والإخوة والأخوات والأزواج والزوجات والأبناء الذين تيتموا بين ليلة وضحاها فالروح التي نلاحظها هي روح ترضع من تاريخنا ومن إرثنا والتي هي التي توجه نضالنا وهي التي تدفعنا للاستمرار قدما من أجل أن نؤمن ونضمن وجودنا هذه الروح أراها هنا إلى جانب زوجتي سارة أرى لالي درعي وإيلانا بوسكيلة ابن لالي سعاديا ياكوب قتل في غزة هو وابن أورنس ماجا الذي طلى علينا قبل قليل دعاء لسلامة الجنود ابنته لالا عميد بوسكيلة وهي ابنتها الوحيدة قد أخذت منا على حين غرت بقسوة في حفلة النوفا إن هذه المعنويات معنويات هؤلاء الأمهات البطلات هذه المعنويات هي التي تجسد الخير الذي فينا والقوة التي نتحلى بها وهنا أقول لكم ولكل العائلة الثاكلة إن أبناءنا وبناتنا الرائعون لم يقتلوا سدى فبفضل تضحياتهم وبطولاتهم رسم مستقبلنا والإرث الذي تركوه وسيظل أبديه المجتمع الإسرائيلي ليس من خيوط عن كابوت بل هي من أوتار فولاذية أعداؤنا لم يظنوا أن إسرائيل ستصمد في حرب على سبعة جبهات في سنة كاملة وحتما لم يتخيلوا أن نحقق كل ما حققناه في أيام قيام الدولة كتب الشعر أوريتس في جريمبرغ اسمعوا ما قاله يمكن أن نبكي وأن نتمزق ألما ولكن الألم سيكون عبثا إذا لم يتحول إلى قرون فولاذية نحارب بها الأسى الذي نعيشه نحوله إلى درع وسيف والكارثة نحولها إلى نهضة علينا واجب أبدي تجاه القتلى وهو تحقيق النصر وترسيخ قوة دولتنا إلى الأبد يا أعضاء الكنيسة في اليوم الذي يتلو حماس وزوالها ويتلو زوال حزب الله عن حدودنا الشمالية فنحن في هذه الأيام منشغلون ببلورة مخططات لرسم صيغة هذان المكانان ولكن هناك أمر آخر مهم فأنا تواق لاستمرار مشروع بدأت قبل سنوات وهي توقيع على مخططات إبراهيم التاريخية وتوصل إلى اتفاقية السلام مع دول عربية أخرى في اتفاقية إبراهيم وقعنا أربعة مواثيق سلام سلام مقابل سلام في أربعة دول في الشرق الأوسط وهذه الدول ودول أخرى ترى جيدا الضربات التي ننزلها بمن يهاجمنا من محور الشر الإيراني وأثار أعجابها جدا ما نحققه من إنجازات وهي مثلنا تريد شرق أوسط مستقر ومزدهر ومن هنا ساكتبس ما كتبه مؤخرا الصحفي أمجطاها من الإمارات العربية المتحدة فقد تواجه إلى قتلة حماس وهذا ما قاله تجرأتم على استهداف الشعب شجاع وحكيم ارتكبتم مجزرة اختطفتم أبناءهم ودنستم مساكنهم وظننتم أنهم سيسقطوا ولكنهم قاموا من جديد والآن سيرسلونكم ألف سنة إلى الوراء سيهزمونكم سوف يحددون مصيركم ومصير كل من يتجرع على المسيب أبنائهم هذه أمة يحترمها العالم أما المحلل الإماراتي فيختم كلامه بتطرق واضح إلى نتائج هذه الحرب يقول هذا نصر للشرق الأوسط على التطرف نصر ليس هو نصر إسرائيل فحسب بل كل من يعارض الإرهاب أعزائي هذا هو مستقبل الشرق الأوسط الذي ننشده بعد تحجيم محور الشر الإيراني وأوكلائه الإرهابيين سينتصر النور على الظلام وسينتصر الحق على الباطل وتقديس الحياة سيتغلب على رغبة الموت الأقوياء هم من سيبقون وهناك تحالفات تعقد مع الأقوياء وفقط مع الأقوياء يوقع السلام ولذلك أقول لكم إسرائيل دولة قوية بل هي أكثر قوة من أي وقت مغضى وستكون أقوى سنستثمر في ترميم التماسك الداخلي وهذا هي مسؤوليتنا سنرمم الاقتصاد التي ستزدهر مرة أخرى مع النصر وسنبني من جديد كل مناطق دولتنا التي تدررت في الحرب الكيبوتسات والبلدات في النقاب الغربي وفي الجليل سنحولها إلى مناطق فيها نهضة وازدهار الحقول تحولت إلى ميدين قتال وأما ميدين قتال فستعود لتكون حقولاً خضراء آيانعة وبلدات مزدهرة وكما قال النبي إرمياه لقد انتصرنا في حرب الاستقلال وأعضاء الكنيسة نعم بعون الله أيضاً سننتصر في حرب النهضة من جديد أعتقد أن لا تصفقوا في الكنيسة أردت أن تلقي أيضاً كلمة هل تريد النص؟ وفقاً لقانون 40 جيم لقانون الأساس في الكنيسة ووفقاً لما مرر للحكومة ولجاني الأمن أود أن أقول خلال شهر سبتمبر اتخذت قرارات في جلسة وزراء الأمن على اتخاذ خطوات عسكرية وفقاً للسلطات التي منحت في قانون 40 ألف و40 ألف واحد لقانون أساس الحكومة والتي يمكن أن تؤدي إلى حرب في لبنان ضد إيران وهذه القرارات اتخذت في مجلس الوزراء بعد أن تم إقناعي أنه وجباري أن تمرر هذه القرارات في هذه الجلسة والاعتبارات مختلفة ولسيما السرية شكراً لك سيدي رئيس الوزراء والآن أدعو رئيس المعارضة عضو الكنيسة يئير لابيد سيدي رئيس الكنيسة كنا قبل قليل في الساحة لا يعقلوا أن يكون هناك تسع رجال ولا تكون هناك امرأة واحدة من ضمن المتكلمين كان هناك 43 من القتلى في 7 أكتوبر أرجو منكم تصليح هذا الخطأ في السنة المقبلة سيدي رئيس الكنيسة الحضور الكرام في دورة الكنيسة الأخيرة سأترك المجال الرئيسي الحكومة أن يأخذ مكانه سيدي رئيس الكنيسة كانت هناك إنجازات منذ الدورة الأخيرة السنوار ونصر الله وهنية والضيف قد قتلوا وأنا فعلاً أبارك هذا فاليموت كل عداء إسرائيل لا إسرائيلي عقلني إلا وفرح بذلك إذا أردتم يا رئيس الحكومة الفضل في النجاحات فأيضاً عليكم أن تتحملوا مسؤولية الإخفاقات إذا أردتم الفضل في قتل نصر الله عليكم أن تتحملوا قتل كرميلاغات إذا أردتم الفضل في مقتل السنوار فعليكم أن تتحملوا مسؤولية على قتل من قتل في نيرعوز إذا أردتم الفضل في اختيال هنية فتحملوا مسؤولية من قتل في نوفا إذا أردتم الفضل في قتل الضيف فعليكم أن تتحملوا مسؤولية تحقائب الدولارات التي بها قويتم محمد الضيف عبر سنين وهو الذي تسبب لنا بهذه الكارثة الأكبر في تاريخنا لا يمكن لرئيس الحكومة أن يدعي أن هو من أخرجنا من هذا لست أنت يا رئيس الحكومة السيد نتنياهو لم يكن يا رئيس الحكومة نتنياهو أحد أضعف دولة إسرائيل أكثر منك لو كنت رئيس حكومة قوي عفوا يا رئيس المعارضة أعضاء الكنيسة أذكركم أنه الآن لن يكون هناك تحذير أول والثاني من يشوش سوف يتم أخراجه شكرا لو كنت رئيس حكومة قوي فعلا أتعلم ما الذي كان عليك فعله كنت ستعلم شركائك أن دولة إسرائيل في حرب أن جنودنا يقتلون ويجرحون في كل يوم وبالتالي فلن يكون هناك قانون يتيح التنصل والخدمة العسكرية فقط هذا الأسبوع قتل 56 طفلا أي تاما بعد مقتل أو والدهم في المعركة فلا يجب أن يكون قانون لتنصل الخدمة العسكرية كان عليك أن تقول لغولدنف ودريع أنني لا أميز بين دم ودم في الوقت الذي فيه دولة إسرائيل تقاتل على وجودها إن هذه التهديدات عليكم أن تقول لهم لن تفلح معي وهذا لن يكون متنقضا معي شيء آخر لا تنقض بين تعلم التوراو وبين الدفاع عن الوطن الآن لن يكون هناك قانون لتنصل من الخدمة العسكرية ولا قانون تمويل التنصل من الخدمة العسكرية حين بدأ النقاش عن هذا القانون سألوا رئيس الأركان كم جنديا ينقصنا في الجيش فقال عشرة ألاف جندي اسألوا وزير الدفاع وهو قد قال نفس الرقم ومنذ ذلك الحين فالجيش والمنظومة الأمنية هناك فيها أكثر من أحد عشر جندي مصاب وتسعمائة من الجنود القتلى إذن بات الرقم الذي نحتاجه من الجنود الأكبر بكثير نحن نقاتل دفاعا عن حياتنا ولازال المخطفون في الأنفاق وسكان الشمال لازالوا في الفنادق ونحن نقاتل في سبعة جبهات جيد أنك قلت أنكم تبنون المخططات لإعادة الترميم والإصلاح ولكن أين ذلك خلال سنة كاملة حكومة صيونية حقيقية ما كانت ستفعل أو تمرر هذا هذا الأمر المهين وهو قانون التنصل من الخدمة العسكرية حكومة وطنية حقيقية كانت ستقول للحاردين المتدينين أن التنصل من الخدمة العسكرية وهو أمر يخالف اليهودية أن تدعو الأخرين يقتلون نيابة عنك فهذا يخالف اليهودية والأمر الفضيع أن الكثيرين الذين يجلسون هنا يفكرون مثلي تماما أما الوزير اسموتريتش الذي تغيب اليوم فبعد كل من قتلوا وأصيبوا من الجنود ألا استمدين لهم بشيء هل تريد أن تمول المليارات من الشواكل لتمويل التنصل من الخدمة العسكرية ألا تخجل من أن تمرر مرة تلو الأخرى أموالا لمن يحتقرون الجمهورة جمهورك الذي لا يعترفه بتعليم التوراة الذي تتبعه إن هذه الحكومة منذ سنتين في الحكم ولا يوجد ولا تغيير إيجابي واحد لا يوجد تغيير واحد قامت بهذا الحكومة أليس هناك أمر واحد قمتم به لمواطني إسرائيل غير حياتنا للأفضل هل مرة واحدة هل سبق وأن ضربت إسرائيل بعدد أكبر من صوريخ من فترتكم هل قتل مواطنون إسرائيليون أكثر من فترتكم هل أخلي مواطنون مبيوتهم لفتراتنا أطول من الفترة التي نشهدها الآن هل في أبشع كوابيسنا فكرتم أنه يمكن أن يكون مئات المواطنين الإسرائيليين أن يتم اختطافهم قبل تنظيم الارهابي وأن يموتوا ببطء في الأنفاق وأن حكومتهم لا تبرموا اتفاقية لإنقاذهم أياما قليلة بعد سابع من أكتوبر كنت في نتيفا عسارا وهناك كانت جثث من جثث المخربين لا زالت ملقاة على مدخل البلدة والتقيت بشخص قاتل هؤلاء المخربين ورفاقه قتلوا أمام عينيه ويوم أمس زرت ابناه في مستشفى تيلها شومير واخد أصيب أصابة بلغة في الحرب في لبنان هل كنتم ستقولون لعائلة الليفي أنكم قويتم الأمن انظروا لما حصل يوم أمس في قليلوت أين هو الأمن الشخصي لكل مواطن منذ أن أصبح بنكفير مسؤولا عن الشرطة أول مرة في تاريخ هذه الدولة فالوزير المسؤول عن الشرطة هو الذي يرخص على الدماء في أماكن العملية التخريبية التي كان ينبغي أن يمنعها هو كان يفترض أن يمنع العملية أمس في قليلوت لا أن يغرد عنها وأن يصور الأفلام عنها بل يمنعها هناك شخص واحد مدان بدعم الإرهاب وهو أنت يا بنكفير وهو المسؤول عن الشرطة أيضا الوزراء يجب إخراجهم من هنا إذا صرحوا نعم الوزير بنكفير الوزير بنكفير إذا أردت كلمة خاصة فيمكنك أن تطلب ذلك يا بنكفير الإحصائيات لا تكذب منذ كنت أنت وزيرا هناك عدد أكبر من العمليات الإرهابية والعدد أكبر من القتلى وعدد أكبر من المواطنين يموتون هناك 100 أنت تحصل على علامة 100 في الشعارات ولكن 0 في الإنجازات وكذلك الأمر في الاقتصاد 100 في الشعارات ولكن 0 في الإنجازات هذا الأسبوع أعلن أن وزير المالية اسمه تريتش أخطأ في 4 مليارات شكل في حساب العجز القومي هو لا يملك حتى آلة حاسبة كيف يخطأ في 4 مليارات شكل؟ إن الوضع إسرائيل ينهار الناس يتساءلون في المتاجر إن كان يمكنهم أن يسمحوا لأنفسهم أن يشتروا الطماطم والهان ثمنوا الوقود والفائدة على القروض ووضعنا ينهار وإذا أعضاء الكنيسة نرجو منكم أن تعودوا إلى أماكنكم ومن يريد الخروج فليخرج في السابع من أكتوبر كانت هناك لحظة فيها أحسسنا أنه في إسرائيل هناك شراكة في المصير هناك تضامن وتعاطف كلنا تجندنا وامتثلنا للمساعدة ولكن بعد ذلك تبين أن الحكومة لن تكترث باستغلالنا ولم يخطب ببالها أنها مدينة لنا أنها مدينة لنا بتقليص الأموال الإتلافية وأن تغلق وزارات زائدة وأن تطفئ ماكينة السم الأعلامية وأن توزع وظائف للمقربين على حساب الدولة هذه الحكومة لا تدير دولة إسرائيل نعم نملك الجنود الأفضل وهم يجدون القتال نعم الجيش يجيد القصف ولكن سياسة الدولة يجب أن تكون تحصين الاقتصاد وأن تجند المتهربين وكل شيء لا تفعله هذا الحكومة قبل سنة من أكتوبر كنا هنا كما قال رئيس الكنيسة وعلى الأقل في حينه قمتم بشيء واحد كان يمكن أن يحترم وهو أنكم خجلتم من أنفسكم وكان هناك ما يجب عليكم أن تخجلوا منه دولة إسرائيل عدت قتلها ولكن حتى هذا انتهى ما عدتم تخجلون من أنفسكم لا أمام عائلات القتلى ولا المختطفين ولا أمام مواطني إسرائيل عضوة الكنيسة أرجو خروز ولا أمام مواطني الدولة الذين تنهاروا حياتهم أمام عينهم هناك أمر واحد لن تفلحوا في تدميره وهو الأمل إيماننا بهذه الدولة بوطنيتنا بحبنا لهذا الوطن لن نكف عن النضال ونحن هنا لكي نستمر في ذلك نحن نناضل ضد الإنقلاب القضائي الذي يحاول يريف لفيني عادته ونحارب ضد قانون التنصل من الخدمة العسكرية الذين تحاولون تمريره ونحارب ضد توزيع الميزانية الخاطئ هناك لكم غالبية في هذه الكنيسة نعم تملكون الأغلبية ولكن لا تملكون الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي لا شعب يقف وراءكم وهذا ما سيكسركم إن تغيير قادم لا محالة وستعودون إلى بيوتكم وستنهض هنا حكومة تقوي الدولة وتقوي مواطنيها وتقوم باتفاق سلام مع السعودية أرجوكم لا أريد إخراج أوزراء أرجو الصمت وحتى ذلك الحين فسوف تواصلون الصعود لهذه المنصة والتكلم عن الوحدة في الوقت الذي تسببون فيه التشردم لا يوجد أي توقعات إيجابية من هذه الحكومة فقد أضعفت وضربت دولة إسرائيل أكثر من أي حكومة ماضية ولكن كان سيكون جميلاً لو أنه وأمام وإزاء العدد الهائل من القتلى والمصابين والمختطفين كان سيكون موقفاً مشرفاً لو كنتم على الأقل أقل رضا عن أنفسكم شكراً لكم لا نريد التصفيق لا نريد التصفيق أعضاء الكنيسة والجمهور الكريم نرجو أن تقفوا احتراماً لخروج رئيس الدولة شكراً لكم شكراً لكم